أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حمده الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني رحيمه الله وذلك في قصر الوجبة بالدوحة كما قدم سموه للعهد التعزي والموسى إلى أصحاب السعادة أنجال الفقيد وإلى أسرة الثاني الكرام والشعب القطري الشقيق دعينا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء مشيد أن سموه بمآثر ومناقب الفقيد وجهوده رحمه الله في خدمة وطنه والأمة العربية والإسلامية وأسامته مع أخواني أصحاب الجلالة والسمو في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته المباركة من جانبه عرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة الثاني عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبده من مشاعر نبيلة في هذا المصاب بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري